جهود دؤوبة تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي وعلى جميع المستويات ولا سيما الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس تلك الجهود افتتاح مكاتب التوثيق بالتعاون مع وزارتي العدل والاتصالات خطوة جديدة نحو التحول الرقمي تيسيرا وتسهيلا على المواطنين بافتتاح ثلاثة مكاتب للتوثيق العقاري بمدينة السادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة في اطار التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات في هذا المنفذ الجديد من منافذ الشهر العقاري اللي بيفتتح فيه بالشراكة مع القطاع الخاص اللي قدم لنا المكان ووزارة العدل مع وزارة الاتصالات جهزت المكان لتأدية الخدمة للجمهور على احدث مستوى من التقنية واحد من اهم ثمار التعاون البناء ما بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ميكانة اعمال وزارة العدل ضمن المشروع الاكبر عدالة مصر الرقمية لكي نقدم خدمات مميكانة مطورة محوكمة ميسرة للمواطن المصري الخدمات المقدمة عبر مكاتب التوفيق تهدف في الاساس للحد من البطء في التعاملات الورقية والتحول السريع للاجراءات الرقمية من تحرير للتوكلات العامة والقضايا والبنوك والاقرارات الرسمية هذا بالاضافة لزيادة عدد ساعات العمل لتصل للاوقات المسائية الفرع بيؤدي جميع خدمات التوسيق بما فيها إثبات التاريخ المحررات العرفية يعني فيه نمازج متعددة لحصرة لها يعني مثلا سواء إقرارات توكيلات عامة توكيلات خاصة جميع النمازج أي إجراء عايز أوصقه صاحب الشأن ممكن توصيقه فيما عدا طبعا عقود الزواج والحاجات المخالفة للنظام العام هو المكان أولا أغيب يعني أغيب للمكان بتاعي مواعيد وممتازة جدا من 12 ساعة تقريبا من 9 الصبح لحد 9 ساعة بالليل فهذا شيء كويس يعني الإجراءات سهلة وبسيطة مفهاش مشاكل يعني مفهاش معضلة أنا بقدم أفضل خدمة كدولة بمشاركة المجتمع وإحنا جزء في المجتمع قطاع الخاص هو جزء النهاردة مع المجتمع فبنقدم أفضل خدمة موجودة كهيكل حكومة مع القطاع الخاص جهود لا تتوقف ضمن خطة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين عن طريق تطوير وتجديد المكاتب المختلفة من خلال منصة مصر الرقمية التي توفر الخدمات للمواطنيين بطريقة أسهل وأسرع وأكثر توفيرا للوقت وذلك تحت عنوان حياة أسهل لأهلها كاريم بيبرتس التلفزيون المصري